عسكرياً أجرت الولايات المتحدة تجربة اختبار صاروخ منيتمان ثري العابر للقارات وتأتي هذه التجربة التي انتهت بنجاح في إطار اختبار واشنطن لقدراتها وإثبات جاهزيتها وقوتها في الرضع النووي وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت تأجيل تجربة سابقة لإطلاق هذا الصاروخ في وقت سابق من هذا الشهر تجنباً للتصعيد مع الصين وفقاً لبيان رسمي من اثمان ثلاثة صاروخ أمريكي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب وهو الإصدار الأرض الوحيد العامل في الترسنة الأمريكية حالياً بدأت شركة بوينغ الأمريكية تطويره في خمسينيات القرن الماضي عندما تكشف لدى الحبراء إمكانية تصنيع محرك صاروخ يعمل بالوقود الصلب ليكون جاهزاً للإطلاق لفترات طويلة بخلاف الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل بنسخته الأخيرة انضم من اثمان ثلاثاء للترسنة الأمريكية عام 1970 بتكلفة تقدر بنحو سبعة ملايين دولار للصاروخ الواحد وزن الصاروخ يزيد على ستة وثلاثين ألف كيلو جرام أما طوله فيصل إلى أكثر من ثمانية عشر متراً بقطر يفوق متراً ونصف يتمتع من اثمان ثلاثة بقدرته على حمل أسلحة نووية بمدى ينهز عشرة ألاف كيلو متر وبنية تؤهله للسفر بسرعة تقارب خمسة عشر ألف ميل في الساعة بهذه المزايا يصف هذا الطراز بأنه مفتاح الترسنة الاستراتيجية للجيش الأمريكي وفي شأن أمريكي آخر أفاد مراسل الشرق في نيويورك بأن إدارة الطيران الفيدرالية أصدرت تحذيراً من حدوث تأخيرات كبيرة في مطارات وأرجعت الإدارة سبب التأخيرات إلى عدم وجود عدد كاف من الموظفين لإدارة المجال الجوي حول المدينة حيث تم الإبلاغ عن أكثر من ست وثمانين رحلة متأخرة منذ مساء أمس فيما أكدت الإدارة أنها حلت جزءاً من المشكلة بتوفير عدد إضافي من الموظفين في عدة مطارات تعاني مطارات نيويورك الأمريكية من أزمة تعطيل لحركة الملاحة الجوية الشهد مطار جون أف كندي ولاغوارديا ونيو أرك ليبرتي إلغاء أكثر من ثمانمائة رحلة جوية الأمر الذي تسبب بفوضى بحسب موقع فلايت أوير المختص بتتبع الرحلات الجوية ووفق الموقع فإن ثلاثة في المئة تشكل رحلات التي تم إلغاؤها في مطارات نيويورك من قائمة رحلات المجدولة كل ذلك يعود أسبابه بحسب إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي إلى نقص عدد الموظفين العاملين داخل المطارات